بسم الله الرحمن الرحيم روى الإمام أبو داود في سننه قال حدثنا بن المصفى حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله فالله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أغفار من نحاس يخمشون وجوههم والصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل على هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَضِهِمْ محمد أبو داود في سنن ناريته في هذه الأثناء ناريته من سيدنا نانس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رضي الله تبارك وتعالى عنه قال بوسيقى يريد ايواء أبو داود في بقبط و شممعه أبو داود في البطنية هؤلاء في تحديث فَقَدْ بَهَتَّ And this is one of the forms of punishment Allah Ta'ala punishes people of our ghibah And the people who, you know, اللَّذِينَ يَقَعُونَ فِي أَعْرَضِ النَّاسِ I ask Allah Ta'ala to protect us and to protect us all Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ آمِن ترجمة نانسي قنقر